لا يكون مؤامرة ولا يحزنون كإن فشل الناخب الوطني فشل أما قضية إقالة الناخب الوطني أنا مع إقالة الناخب الوطني يجب أن يتنفر يجب أن يتنفر أنا أيضا يجب أن يتنفر أفضل يتنفر 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 تقضي وكيفوه تقضي وكيفوه 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 يجب أن يتنفر يجب أن يتنفر تنظر ترجل وشيائل مع الأعباء على الأعباء على الأعباء يكون مالذيباً يجب أن يجب أن تقوم بس فلانا ، يجب أن تقوم بعمل ثلاث الغالثي، سألعب نحن قلت شغيله أنك مجعنة، يمكنك العديد لقد أفضل انشاء الله صباحًا ببعض أكثر شبابًا لكن هناك تحقق ، يتتترك، كما أن يتزهد من أكثر، كما الأدعصال ، وكما الأدعصال ، هم أحقق ، وحثوا وكأنهم فرشان ، são لقد هذه الحoppث ، وحثوا فتح في الجزء ، وقدًا ، خلالت طبع ، والنساء ، دعونا لهم إتجارة فعلها ، فظيفة طفاء ، هم ، شكرا ، أفريق ، أنت ذلك ، فعلها ، أفريق ، الله ، نعم ، أنت ذلك ، سنساف ، أنا أقول ، يشكر ، أيضا ، سنحر ، لا تحبون جنات أو لا تحبون الشيخ أو لا تحبون رفق واحد لا تحبون جنات لا تحبون جنات لا تحبون جنات لا لا تحبون جنات هذا هو الانتليجيز على الله أعلم لأنه لم يقدم شيء جنسا النهب الوطني هذا نهار جدد العقد انتاعه رئيس الاتحادية رئيس الاتحادية آنذاك اللي خرج مؤخرا في سبتمبر خرج للصحافة ومزا الفيديو تدخلوا اليوتيوب تسيبوها قالوا له واشدقتوا في العقد قال لهم الوبشيكتيف هو الوصول للنصف نهائي كاسفرقا للأمم اليوم رامي يقولوا ما كان حتى الوبشيكتيف ما كان حتى حاجة ما حتوطة في العقد إذن هذا الرئيس الاتحادية اللي مشاي ينزم يتحاسب أنا نقولها صديقي هذا الرئيس الاتحادية صديقي ولكن ينزم يتحاسب ما يتحاسبش واحده حتى الناخب الوطني الناخب الوطني اللي يجدد العقد ودار ندو الصحفية وقالوا ما هي الأهداف المستقبلية قال لهم الأهداف هي الفوز بالألقاب قال ها الفيديو رأوا موجود قال لهم الفوز بالألقاب إذن كنتان فوز بالألقاب ووش من الألقاب عندنا عندنا كاسفريقيا وعندنا كاس العالم العقد داروا حتى الـ 2026 يعني عندكس فريقيا كو ديفور أو عقد وعندكس فريقيا تكون المغرب وعندها كاس العالم في 2026 هؤلاء الألقاب السبب ولكن اليوم خرشتك موريطانيا من الدور الأول ما كلاه مؤامرة ولا هم يحزنون كاين فشل نحب وطني فشل وكاين حقائق أخرى سنزدونها ونقوموا في الفيديو القادمي وبرتجوا هذا الفيديو وابونيوا لكي تسمعوا حقائق أخرى سنقولها لكم مستقبلا شكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته